كالوردة الذابلة اقتلعت من جذورها لتبقى معرضة للجفاف ولتشوها صورتها لم تعد رائحتها الجميلة تفوح في الافق وانحسر نموها عند هذا القدر صروح التعليم كانت يستقي منها العاطشين ما يروي ضماءهم بالعلم واكتساب المعرفة حتى طالتها معاول الميليشيا واحالتها الى حكم التوقف هذه المدرسة مدرسة الحسين من علي في مديره الغل فجرها الحسين في 2014 كانت المدرسة النموذيية في هذه المديرية بعدما فجرها الحسين انهارت العمل التعليمي وسهبوا الطلاب وعم الجهل في معترك كبير يكابح هؤلاء الطلاب شبح الجهل وعتمة الظلام المعرفي في خيام لا تقوى على حمايتهم من حرارة الشمس بعد ان دمرت الميليشيا مدارسهم وحجبتهم عن رؤية المستقبل الذي طالما حلموا به وتهجوه في كتب الدراسة وكما ترون الزحمة ازدحام الطلاب ولا يوجد اي مظاهر لمقاومات المدرسة الفصول عبارة عن خيام ثلاثة خيام لا توجد لدينا كراسي ولا سبورات نحن نعمل على سبورة واحدة في الحماء في الحرارة في الغبار اكثر من عاما نمضت مذو اضرمت الميليشيا النار في هذه المديرية التي انعدمت فيها ملامح الحياة وتوقفت مدارسها بفعل ما تسببت به الجائحة الحوثية من خراب حالة دون تطلع هؤلاء الاطفال ورغبتهم للحصول على مقعد دراسي يليق او فصل يقيهم البرد والغبار الان وضع التعليم في الغيال يعني مش بالشكل مطلوب يعني ضعيف جدا ضعيف جدا بسبب تفجير المدارس بسبب غياب المدارسين وغياب المدارسين كالالك سبب رواتبهم سبب نقص المناحج التعليمية عدم توفير المقاعد انها شواهد الحرب وفصول جحمها المتوالية في رحلة البحث عن المستقبل المغدور به في اعين الاطفال من شاخوا قبل ان يبزغ الفجر من حدقات اعينهم اذن حل وجه العملية التعليمية وتآكل جسدها مع انتشار الافات المختلفة التي مسخت صورتها وحولتها الى صورة ممسوخة شائها لا تليق ولا ترقى لمستوى التعليم صالح مبخوت لقناة سهيل موسيقى